احنا كنا بنتكلم على الاستاذ فاروق جوه الاهرام والقمت بقول له استاذ فاروق وحدك تدخل الاهرام تلاقي زاكي نجيب محمود وتلاقي نجيب محفوظ وتلاقي يوسف ادريس قال لي انت كل ده ليه حواديته وحكي لي بقى على حاجة يعني زي اللقاء الخميس كل يوم خميس مع الاستاذ نجيب محفوظ فهنا هرجع على انه قلت لي انا لما توليت الاشراف على الصفحة الثقافية بالاهرام فكنت بتتعامل مع مجموعة تخض يا استاذ فاروق هي فعلا كانت تخض بس كانت عاملالي ألفة لان انا يعني ما عرفش ازاي وإحسان وتوفيق الحكيم وبنت الشاطق وزاكي نجيب محمود ويوسف ادريس ايه كل ده كل ده كان موجود وبعدين كنت تشوفهم يوم الخميس بقى وهما بيتناش كنت انا اخد الكرسي على جنب كده واحد اتابع والحقيقة صفحة يمية عملت جو سقافي لنا كانت اول صفحة سقافية يومية في الصحافة العربية فكانت عندي هذا الرصيد اولا من الكتاب الكبار طبعا وقدر تكسب صيخاتهم وادعي برضو شيء من تقدرهم في هذا الوقت رغم ان انا يعني سنوات العمر كانت لسه لكن انا كنت مرات قبل كده بقى ان انا اشتغلت محرر اقتصادي كنت بقى وعرفت كل رجال الاقتصادي في مصر دكتور القيسون وحجازي والمجموعة دي كلها وبعدين يوسف سبيع بمجال اهرام بعد الاستاذ ايكم لم يشي بقيت سكرتير تحرير الاهرام مركزي اللي بيدوروا الجورنال بالليه وبعدين علي حمد الجمال عرض علي بقى ان انا نعمل صفحة سقافية وابتديت الصفحة السقافية كتبت عبدالله مهاب وكتبت جهان السادات يعني بجانب كتاب الاهرام الكبار دولا كنت من بره كمان بحاول اجيب الاسماء التانية اضمها للكتيبة دي لكن الحقيقة يمكن ده كان من الحظوظ الكويسة بالنسبة لي اولا انا انتسب للاهرام القلعة الكبيرة دي بامكانياته كمان وظروفه طبعا يعني انا سافرت الدول العالم كلها من خلال الاهرام وحتى ما ابتديت انشر شعري كان من الاهرام ف كان عبداللهاب يقول لي ان اكبر و اجمل فاترينة في العالم العربي هي هم كل سوء كل واحد يحب يعرض فيها يعرض يعرض فيها و لذلك انا كنت اقول للاهرام هو اجمل و اقوى فاترينة للايكاتب طبعا لانه امكانيات مهولة وبعدين اهرام في احجام المرض يعني ما فيهوش هزار موسيقى